تواصل الكوادر الوطنية من العاملين في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق ضرب أروع الأمثلة في إنجاز وصيانة الطرق في شتى محافظات البلاد في مشهد يؤكد حرصهم الكبير على تنفيذ الرغبة السامية في إصلاح شبكة الطرق مهندسون وفنيون يعملون على مدار الساعة في سبيل إنجاز طرق آمنة وسليمة لمرتاديها الكوادر الوطنية تؤكد نجاحها وقوتها في إنجاز الأعمال المناطبها في كافة المواقع وهذه المرة من خلال شبكة الطرق في البلاد فالمهندسين والفنيين الكويتيين أصبحوا شعارا مهما في جودة العمل خلال صيانة وإصلاح الطرق في كافة المحافظات عندنا كفاءات وقدرات محتاجين فرصة ياتهم فرصة في أزمة كورونا وأثبتوا إمكانياتهم وأثبتوا صراحة أحبهم للعمل وحبهم للوطنهم صراحة نحن اشتغلنا في ظل ظروف يعني أشيقول لك الموقع فيه أكثر من 200 عامل والشباب متواجدين وماخذين احتياطاتهم وحاب يشتغل وصار عندي تنافس الكل يبي ينزل ويشتغل ويثبت نفسه والله الحمد لله احنا متواجدين 24 ساعة في فرق الطوارئ ثلاث شفتات لخدمة المواطنين أي شكاوي نطلع عليها أي مشكلة تكون في الطرق أو مشكلة تكون في الصرف الصحي يتم علاجها خلال ربع ساعة أو أشر دقائق بالوقت الحالي هم دائما يكونون الجند المجهول اللي خلف الكواليس بس هم دائما يعني إذا احنا نقول الجودة هم الجودة هم الشباب الكويتيين هم الجودة هم دائما خلف الكواليس دائما يعطون على قلاتهم من الروح ومن الدم وشغالين من أحلى ما يمكن الكوادر الوطنيات تعمل ليلا ونهارا في مختلف طرق البلاد تلبية للرغبة السامية ليؤكد الشباب الكويتي في كل مرة قدرته على الإنجاز والعمل في كل وقت من أجل الكويت أقولوا ما قصروا وبيضوها الشباب بخاصة بيانة جهودهم بالجائحة كورونا لكل عائل استعداد أن يشتغلوا ويتطوع أكيد الكويت تستاهل ألف 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 شكر لهم الشباب الكويتي الوطني جهود كبرى يبدلها شباب الكويت من العاملين في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بهدف إصلاح شبكة الطرق في البلاد لتكون آمنة وسليمة لمرتادها ليرفع رجال الطرق شعار الكويت تستاهل فهد التركي تلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر